أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه المراجعة والاختبار من الدرس 91 إلى الدرس 100 في هذا الكورس المميز ألف كلمة انجليزية في دقيقتين هيا لنبدأ هدفنا في 10 دقائق أن نراجع 10 كلمات مع أمثلة ثم نجرى الاختبار في هذه الكلمات إذن قبل البدء اضغط على إعجاب اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس حين نشرها ولا تنسى مشاركة هذا الدرس لجميع أصدقائك في نهاية هذه الحلقة الكلمة الأولى كلمة بوت قارب زورق أو سفينة تذكر استخدام طريقة الحفظ بالجمل هي أسرع طريقة لتعلم اللغة الإنجليزية وكرر بصوت عالي حتى تحفظ جميع الكلمات والعبارات بشكل جيد بوت قارب زورق أو سفينة صنع قارب لنفسه كلمة ثانية كلمة بوك التي تأتي بمعنى كتاب سجل حجز بطاقة هي شعرت في كل إحساس في كتاب الحب ممتاز تجد جميع المعلومات أسفل هذا الفيديو من ضمنها طريقة الحفظ بالجمل موجود الرابط في مربع الوصف كلمة ثالثة كلمة بورن بورن مولود أو مولود بالفطرة مثال على كلمة بورن كلمة البعدة كلمة بوكس صندوق علبة أو كشك وتأتي بمعنى لكما أيضا كما هو في المثال التالي أعطته لكما على أذنه كلمة بوي صبي بوي وضعت طفلها الصغير على السرير كلمة البعدة كلمة بريك تأتي بمعنى استراحة تأتي بمعنى كسرة تأتي بمعنى فاصل أو خرقة أو قطعة بريك مثال على كلمة بريك the students have been urged to take a break take a break يعني أخذ استراحة from revision the students have been urged to take a break from revision كلمة bring 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 جلبة أحضر أدى أو رافق bring he tried he tried to bring the fox he tried to bring the fox nearer to him she tried to bring the fox nearer to him حاول تقريب الثالب إليه she tried to bring the fox nearer to him الكلمة البعدة كلمة brother شقيق أو أخ مثال على كلمة brother he lives with his younger brother he lives with his younger brother he lives with his younger brother كلمة both both على حد سوى كلاهما أو كلتا both both مثال على كلمة both he was blind in both eyes he was blind in both eyes كان أعمى في كلتا العينين he was blind in both eyes أما الكلمة الأخيرة لحلقة اليوم هي كلمة budget budget يعني ميزانية budget مثال على كلمة budget that's beyond my budget هذا يتجاوز ميزانيتي that's beyond my budget هذا يتجاوز ميزانيتي that's beyond my budget الآن تهينا من مراجعة هذه الكلمات خلينا نبدأ بالاختبار اللي هو عبارة عن أشر أسئلة أسئلة بسيطة مهمة سوف ترسخ المعلومات هذه اللي مرت علينا وتخليك تحفظها بشكل أفضل حاول إجابة عن جميع هذه الأسئلة العشر أسئلة البسيطة أسفل هذا الفيديو أكتبها بالتعليق اللي أجوبه أو بإمكانك أرسالها على الواتساب أو على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك كل المعلومات موجودة في مربع الوصف تجدها إذن السؤال الأول من الاختبار ترجم هذه الجملة للغة العربية that's beyond my budget سؤال الثاني ترجم هذه الجملة للغة الإنجليزية واستخدم فيها كلمة both both كان أعمى في كلتا العينين سؤال الثالث أكتب معنى هذه الجملة وضعها في جملة أكتب معنى هذه الكلمة عفوا وضعها في جملة اقرأ هذه الجملة إذا قرأتها بالطريقة التالية كما سأقراها فأنت قرأتها صح وإلا حاول تكرارها عدة مرات حتى تدخنها بشكل جيد باللفظ الصحيح ركز على لفظ الصحيح جيدا سؤال خامس أدنا كلمة break ما معنى كلمة break اكتب معناها وضعها في جملة الآن ترجم هذه الجملة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية باستخدام كلمة boy استخدم كلمة boy في ترجمة هذه الجملة سؤال السابع أدنا كلمة box ما معنى كلمة box اكتب معناها وأيضا استخدمها في جملة ترجم هذه الجملة للغة العربية وترجم هذه الجملة أيضا للغة العربية أما السؤال الأخير أدنا كلمة born ما معنى كلمة born اكتب معنى كلمة born ممتاز بعد الإجابة عن هذه الأسئلة جاوب واكتب جميع الأجوبة في التعليقات شكرا لكم على المتابعة انتظرونا بحلقة جديدة قريبا إن شاء الله واستمروا بالمثابرة فهذا هو سر النجاح شكرا لكم وإلى اللقاء قريبا